روح بقى لقلع الحمراء النادي الاهلي واللي بيحصل لفريق النادي الاهلي طبعا بأوامر وبقيادة السويسي المارسل كولر المدير الفني اليوم الجمعة على الراحة من المران ضمن برنامجه التدريبي السعدادة لمواجهة تبيرمتز المقرر لها السبع مساء يوم الاثنين المقبل على السادر الاهلي والسلامة ضمن منفسات الجولة الحديث عشر المسابقة الدورية المنتاز قضى لعب نادي الاهلي أمس الخميس تدريبات استشفائية منعا للإجهاد عقد مباراتهم مع سرميكا كيلو باترا واللي قيمت مساء الأربعاء بالجولة العشرة من مصابقة الدوري المنتاز على السادر القاهرة الدولي وبيستمر غياب الرباع برتتاو طاهر محمد طاهر وعمار حمدي وأكرم تفيق عن النادي الاهلي في مباراته أمام برمز بسبب الإصابة اللي بيشكو بها طبعا أكرم توفيق عن قطع في أرباط الصليب ونتمناله شفاء وفيما لا يزال عمار حمدي في مرحلة التأهيل الأخيرة من نفس الإصابة وبيعاني طاهر محمد طاهر في جزع في أرباط الداخل للرقبة وبيشكو بيرستاو من تمزق في العضلة الدمار بيستعد فريق النادي الاهلي بقيادة كولر جهود نجمه أحمد عبد القادر اللاعب الفريق الأحمر في مبارات برمز القادمة وفضل كولر الاستبعاد أحمد عبد القادر عن مماجات سيراميكا كولوباترا بعدما تعرض لكدمة خفيفة في الكاحل في المران اللي سبق المباراة خوفا من تفاقم الأصابة وأبدأ اللاعب طبعا بالنامج التأهيلية ليصبح جاهز للعودة مع قائمة النادي الآلي في المباراة القادمة أمام برمز ولعب أحمد عبد القادر مع الآلي هذا الموسم تمام مباريات في الدوري المصري سجل خلالها هدفي ترجمة نانسي قنقر